بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم من خلال هذا الفيديو بالدالة الخطية والتألفية للموضوع الذي ورد في بيام 2014 لاحظوا جيدا قال هنا أبنائي بمناسبة عيد الأضحى قدمت مؤسسة للهاتف النقال عرضين لمدة أسبوع للتواصل وتبادل التهاني بواسطة الرسائل القصيرة أسماس يعني لمساش العرض الأول ثم العرض ننطلق بنقطة بنقطة على بركتي لهذا نعود هنا قلت بمناسبة عيد الأضحى قدمت مؤسسة للهاتف النقال هذه مؤسسة مثل جي زي أو موبيليس أو ما أشبه ذلك عرضين لمدة أسبوع للتواصل وتبادل التهاني يعني عيد سعيد بواسطة الرسائل القصيرة ما نسميه أبنائي أسماس العرض الأول يجب عليكم أن تكونوا أذكية في فهم الوضعية العرض الأول ماذا قال ثلاث دينار جزائري للرسالة الواحدة انظروا إلى هذه الكلمة الرسالة الواحدة معناه هنا يا أبنائي كلمة ثلاثة للرسالة الواحدة ونحن وعطت لنا ماذا الشركة؟ أسماس الرسائل معناه كأنما أرد أن يقول معناه ثلاثة الرسالة الواحدة ما رأيكم أن نرمز لها يا أبنائي برمز اكس الرسالة نرمز لها بي اكس هذا فيما يخص العرض الأول يعني كل ثلاث دينار للرسالة الواحدة العرض الثاني انظروا إلى العرض الثاني للعرض الثاني واحد فاصل خمسة واحد فاصل خمسة للرسالة الواحدة انظروا انظروا معناه نقول هكذا واحد فاصل خمسة ماذا أبنائي؟ اكس مع ما زالت الجملة لم تنتهي مع اقتطاع مبلغ جزافي قدره كم؟ قدره ثلاثون دينار جزائري من الراسيد معناه زائد ثلاثون انظروا هذه كلمة للرسالة الواحدة نرمز لها بي اكس وهنا اكس بهذه البساطة تابعوا جيدا ابنائي اذا هذه معناه كي نفهم ما معناه الاول معناه كيف نحدد لان هنا سوف تأتيكم دالة الوفية ودالة خطية اذا هذه كلمة الرسالة التي تكرر هنا هي نرمز لها يا ابنائي بي المجهول كأنما اكس وها هي الرسالة كذلك اكس الا ان هنا ثلاثة اكس فقط اما هنا واحد ونصف اكس زائد هذا المبلغ الجزافي الذي يعني كما نقوله يتنحى مباشرة هكذا حتى تفهمها بهذه اللغة قال انقل الجدول واكملها تابعوا جيدا ها هو الجدول يا ابنائي لاحظوا سوف نقوم بعملية الملء لاحظوا قال عدد الرسائل هنا عدد الرسائل كم يا ابنائي عدد الرسائل اسماس في الاول اعطي لنا كم اعطي لنا عشرة ما معناه معناه عشرة هي ماذا هي الاكس عشرة هي ماذا عشرة لاحظوا عشر رسائل عدد الاسماس عشرة وانما نعوذ هنا عشرة في ثلاثة او كذلك نعوذ هنا عشرة تعوذ هنا كم تصبح يا ابنائي تصبح معناه لما نأتي لان نملأ بالعرض الاول يعني هنا ثم نملأ في العرض الثاني فنقول ماذا نقول ثلاثة في عشرة كم تعطي لنا يا ابنائي اكيد سوف تعطي لنا هنا ثلاثون اكيد دينار جزائري هذه فيما يخص العرض الاول نأتي الان الى العرض الثاني العرض الثاني قلنا نطبق هذه القاعدة واحد اذا نأتي بهذه القيمة ونعوذها هنا فتصبح لنا ماذا تصبح لنا واحد ونصف في ماذا في عشرة زائد ثلاثون واحد ونصف في عشرة تعطي لكم اكيد خمسة عشر زائد ثلاثون سوف تعطي لنا خمسة واربعون اذا نكتب هنا خمسة واربعون اكيد هنا دينار جزائري لاحظوا نقطة بنقطة كي تتعلموا الى هذه الاشياء يا ابنائي الان اذا قلنا هنا تابعوا قلت هنا وجدنا ثلاثون وهنا خمسة واربعون نأتي الان الى الخانة الثانية في الخانة الثانية لاحظوا ما هو شيء الذي اعطيه اعطي لنا الان المبلغ من المبلغ اراد منا ان نقوم بملء هذه الخانة اللي هي خانة الاسمس اللي هي معناه هنا كأنما اراد منا ان نبحث على الاكس ان الاسمس هو الاكس ركزوا ها هي كلمة اسمس معناه عدد الرسائل هو رمزنا له بايكس ولما نجد الاكس يمكن ان نقوم كذلك هنا بملء العرض الثاني مباشرة نتابعوا هنا كيف تتمل عليها ابنائي لاحظوا جيدا كي تفهموا هنا ها هو العرض الثاني ها هو العرض الاول عفوا العرض الاول ها هو يا ابنائي انظروا انظروا ثلاث اكس تساوي خمسة واربعون اقول احدكم لم نفهم يا استاذ انظروا قلنا العرض الاول ها هي كتابته هي ثلاث اكس كم تساوي ها هي ثلاث اكس هي هذه الكتابة كم تساوي لاحظوا كم تساوي تساوي لنا خمسة واربعون اذا هنا المطلوب هو ايجاد ماذا ايجاد عدد الرسائل وعدد الرسائل قلنا نرموز لها بايكس سوف تلاحظون ذلك في الجزء الثاني هنا ماذا يمكن أن نقول نقول x يساوي 45 وهذا بما أنه في يا أبنائي قرأتم أن ينقل إلى المقام فتصبح لنا كم؟ 45 تقسيم ثلاثة أكيد سوف تعطي لكم 15 إذن عدد الرسائل في هذه المبلغ اللي هو مبلغ 45 دينار كم يعطي لنا يا أبنائي؟ يعطي لنا 15 رسالة لا الآن لما وجدنا الـ 15 رسالة انظروا لهو الـ x يمكن أن نعوضه هنا لإيجاد العرض الثاني هنا جبس الطريقة تعالوا نعوض تصبح لنا 1.5 في ماذا؟ في 15 زائد ماذا؟ زائد 30 تساوي لو نأتي بالآن الحاسبة ونقول يا أبنائي 1.5 في 15 تعطي لنا هذا ركزوا إذا قلت أعيد 1.5 في 15 زائد 30 أعطت لنا نتابع جيدا أبنائي نقطة بنقطة أعطت لنا يا أبنائي 52 لاحظوا ونصف هذا فيما يخص المبلغ الثاني نأتي الآن إلى الخانة الثالثة لاحظوا ماذا أعطي لنا أعطي لنا المبلغ الثالث إذا نأتي بهذه القيمة اللي هي كم؟ هي واحد ونصف انظروا نقطة بنقطة إكس زائد 30 نجعلها هي التي تساوي لنا هذه القيمة اللي هي تساوي 90 انظروا تصبح لنا واحد ونصف إكس يساوي هذا ينقل إلى هنا هنا قلت 90 يصبح لنا 90 ناقص 30 يصبح لنا واحد ونصف إكس يساوي لنا كم؟ 60 تابعوا 60 انظروا إذا تصبح لنا إكس يساوي لنا بما أن هذا الواحد ونصف هو مضروب يصبح 60 على ماذا؟ على واحد ونصف وسوف تعطينا النتيجة أكيد إذن نأتي نقل 60 تقسيم واحد ونصف أعطت لنا كم يا أبنائي أعطت لنا أربعون إذن تعطينا هنا إذن الإكس كم نجده؟ نجده أربعون إذن نكتب هنا أربعون هذا الإكس نعيد يعني هنا حتى نكون على دير إذن تصبح لنا نقل 60 تقسيم واحد ونصف إذن أعطت لنا أربعون هذه أربعون أسامس بقي لنا ماذا أبنائي؟ بقي لنا الآن الخانة التي بعدها ما علينا الآن يا أبنائي إلا أن نأتي بهذه القيمة التي وجدناها ونعوضها هنا لأن نقل دائما عدد الرسائل يمثلوا إكس فتصبح لنا ثلاثة في ماذا؟ ثلاثة في أربعون وتسعينا كم؟ تسعينا مئة وعشرون إذن نقوم بالملء هنا مئة وعشرون يا أبنائي بهذه البساطة المطلقة ها قد الآن قمنا بملء هذا الجدول إذن في الوضعيات هذه يا أبنائي أول شيء عليكم أن تفهموه ما هو المكان ما هي الشيء الذي نجعله كمتغير إكس لاحظوا هنا الرسالة كررت هنا وتكرر هنا بهذه البساطة الشيء الذي يكرر يعني هنا هو الذي نجعله المتغير إكس الآن بعدما أكملنا مع هذا الجزء سوف نأتي إلى الجزء الذي جاء بعده تابعوا جيدا نقطة بنقطة يا أبنائي لاحظوا سواء إذن أتينا بهذا الجدول لأننا نحتاجه في ما يخص في بعض الأشياء إلا أنه هنا ليس مطالبون به لأنه في الرسم هو الذي يطلب مننا هذا الشيء قال إكس يعبر عن لاحظوا أدرسوا هنا إكس يعبر عن عدد الرسائل لاحظتم يعني كيف يمكن أن من خلال تدرس لما تقوم بحل هذه الوضعية قوموا أولا بقراءتها من الألف إلى الياء حتى تفهموا ما هو المتغير وبعض الأشياء التي تفهم في الطريق قال إكس يعبر عن عدد الرسائل المرسلة إجراج واحد هو المبلغ هو المبلغ لاحظوا هنا ها هو هنا في الجدول تلاحظوا المبلغ المبلغ حسب العرض الأول ها هو العرض الأول وإجراج الثنين هو المبلغ حسب العرض الثاني عبر عن إجراج واحد وإجراج الثنين بدلالة إكس الأمر جدا وبسيط يا ابني تابعوا نقول التعبير التعبير عن Y1 بدلالة X لاحظوا ثلاثة قال الرسائل ماذا إذن رمز X ما هو لاحظوا ثلاثة دينار للرسالة معنى تصبح لنا Y1 يساوي ماذا يساوي لنا ثلاثة ماذا إكس فقط لأن الرسالة تمثل X لها أقرأ ثلاثة X وهنا كما تقرأ تقرأ واحد ونصف X زائد لاحظوا زائد ثلاثون يصبح لنا Y2 يساوي ماذا يساوي واحد ونصف X زائد هذه الزيادة التي أعطيت لنا يا ابني انظروا هذه الزيادة زائد ماذا زائد ثلاثون بهذه البساطة هذا هو التعبير عن Y1 و Y2 بكل بساطة هنا نكتب حتى تكون أمور تعبير عن Y1 و Y2 بدلالة بدلالة X فقط الآن بعد ما أكملنا مع هذا السؤال يا ابنينا تتطرق الآن إلى السؤال الذي جاء بعده قال F انظروا كل هذه الأمور تكرر انظروا هنا كذلك ضعوا هنا Y1 ها هي Y1 وها هي Y2 نفس الشيء لاحظوا لا يوجد اختلاف لاحظوا ولاحظوا هنا أليس Y1 هي F لX والY2 هي نفسها G لX انظروا يا ابني ها هي أمامكم يعني في الأول لما يسلم تأتي إلى هذا الوضع يقوموا بقراءتها من ألف إلى لي حتى تلاحظوا بعض الأشياء بأنفسكم الآن قال أعطي لنا F لX ها هي عبارته اللي هي ثلاثة X اللي هي الدالة خطية وعطيت لنا دالة تألفية ها هي يا أبني ما هو الفرق بين الدالتين الفرق بين الدالتين هو أنه هنا زائد صفر وهنا زائد ثلاثون درستم يا أبني أن الدالة الخطية هي التي يكون فيها هذا المكان هو صفر بحيث تشمل المبدأ إذن الدالة الخطية تشمل يا أبني المبدأ O أما الدالة تألفية لا فيتقاطع مع محور الترتي في هذه القملة هي ثلاثون هذه أمور عليكم بالتفاهم الآن يا أبنائي لاحظوا عندنا هاتان دالتان قال هو مثل بيانيا مثل بيانيا F و G في نفس المعلم المتعامد والمتجنس لكن هنا يا أبنائي احذروا عليكم باحترام هذا السلة قال واحد سنتيمتر على محور الفواصل يمثل خمس رسائل اسمس تابعوا جيدا نقطة بنقطة تتعلم نأتي إلى الرسم ها هو انظروا قال هو خمس رسائل تمثل واحد سنتيمتر لو نأتي إلى هنا ها هو المعلم ها هو ها هو السنتيمتر هنا من هنا إلى هنا هذا هو السنتيمتر ها هي واحد سنتيمتر لاحظوا نقطة بنقطة ها هي واحد سنتيم هذا الواحد سنتيم قال يمثل كم يمثل خمس اسمس هذا على محور الفواصل ثم ماذا وواحد سنتيمتر على محور التراتيب يمثل عشر دينار هنا على هذا المحور هكذا يأتي ونقول عشر دينار جزائري انظروا هذا هو المعلم هنا لو نأتي إلى هذا المكان هذا الشيء هنا هكذا كي تفهموا هكذا يكون بهذه البساطة الآن عندنا سوف نتابع نقطة بنقطة الآن على محور الفواصل هنا ماذا نكتب يا أبني نكتب عدد عدد الرسائل وهنا يا أبني على محور التراتيب نكتب المبلغ أكيد هنا بالدنار إذن هنا المبلغ بالدنار جزائري حتى تفهموا النقطة بنقطة يا أبنائي الآن لو نأتي الآن إلى ملء أو إلى الرسم عفوا يمكن الاستعانة يا أبنائي بهذا الجدول البسيط الذي قمنا بملئه من قبل لأنه يساعدون كثيرا نأتي الآن إلى الرسم قلنا الدلة الأولى هي مكتوبة من الشكل آف لإكس يساوي ثلاث إكس ثلاث إكس تابعوا جيدا لو تلاحظون ها هو الإكس وها هو هذا هو الآف لإكس لاحظوا إذن ها هو الإكس إكس هنا كم انظروا الإكس هو عشرة إذن نأتي إلى المعلم ونعين الإكس يساوي عشرة إكس يساوي عشرة ها هو مع ماذا إجراج ها هو انظروا كم أو الآف لإكس لأن قلت هذه يا أبنائي تمثل الآف لإكس وهذا يمثل جي لإكس أن العرض الثاني سمي جي لإكس والعرض الأول ماذا سمي سمي آف لإكس لما يكون الإكس هنا كم انظر عشرة الآف كم تكون تساوي لنا ثلاثون إذن عشرة يقابلها ثلاثون ها هي الثلاثون عشرة مع ثلاثون في هذا الموضح هنا تكون النقطة الأولى لكن بما أن الدلة ألفية خطية ماذا قلنا قلنا أنها تشمل مباشرة المبدأ بما أن تشمل المبدأ فلا نتعي بعقولنا أصلا نحتاج إلى نقطة ثاني فقط تكفينا نقطة المبدأ والنقطة هذه فقط هكذا انظر ها هو المعلم هذا فيما يخص الأفلي نأتي الآن إلى الجيل X الجيل X لاحظوا هنا لما كان X عشرة الجيل كم أصبحت انظروا X هذا دائما خانة X عشرة الجيل إذن عشرة الجيل X كم يسبح انظروا سوف نتبع هكذا الجيل X كم يسبح 45 45 45 ها هو تلك 45 هنا 45 إذن هذه مثلا النقطة التي يشملها مثلا النقطة أولى هنا نأتي الآن إلى نقطة ثانية لما يكون ركز لما يكون مثلا X لاحظ 40 Y كم يسبح أو G لX لاحظ كم يسبح 90 يوجد لنا بالرغم يوجد لنا عدة قيم يمكن أخذها يمكن مثلا هنا حتى تكون أمور جد واضحة في دال G انظروا نعطي لX 0 عوض هنا 0 كم تصبح يا أبنائي هذه تذهب كليا لأن تصبح 1 و 0 1 و تعطي كم 0 30 إذن X كم أخذ 0 30 إذن ها هي 30 انظروا نقطة بنقطة أبنائي 30 تكون هنا فيمكن أن نقوم بالربط بين هاتين النقطتين ونكمل المسير هكذا انظروا بهذه البساطة ها قد الآن رسمنا الدالة F والدالة G بأبسط طريقة ممكن يا أبنائي نتابع ويمكن أن نسمي كل واحدين هنا يمكن أن نكتب G ل عفوا لاحظوا جيدا نكتب هنا G X تساوي 1.5X زائد 30 انظروا وهنا يمكن أن نكتب F X تساوي 3X يعني يمكن كل واحد نكتب له دالته الخاصة تابعوا الآن يا أبني إذن هكذا قد أكملنا مع تلك تابعوا جيدا أو يمكن للرسم كذلك أن تعطوا أنتم لقيم لأنفسكم تعطي لنا X هنا 0 يصبح تعوض هنا 3 0 0 0 0 0 10 30 و اعطوا قيم من عندكم سوف تجدون ويرسموا الدلة الخطية نعطي قيم واحدة تكفين لأنها دائما تشمل المبدأ ها هو المبدأ يا أبني في هذا الموقع في هذا المكان دائما الدلة الخطية والدلة التائلوفية تمد في الأول 0 لحتى تسهل لكم القيمة وكذلك تعطي لكم أو تستعينوا بالجدوى الذي قمنا بملئه في الأول الآن أبنائي بعدما اكملنا مع هذا السؤال اللي هو سؤال الرسم اللي هو سؤال بسيط عندنا نأتي الآن إلى هنا قال يريد تابعوا جيدا إلى هذه الجملة يريد الأخوان زينب وكريم استغلال هذين العرضين يعني يوجد لنا هنا عرضين قلنا العرض الأول اللي هو F لX دلته ثلاثة X والعرض الثاني اللي هو G لX تسعين واحد ونصف X زائد ثلاثون تابعوا نقطة بنقطة أبنائي قال في رسيد كريم انظروا هنا في رسيد كريم كم في رسيد كريم 120 دينار جزائري لاحظوا جيدا هذا في رسيد كريم يعني في رسيد نقود عنده نقود ويريد تهنئة أكبر عدد ممكن من الأشخاص لاحظوا جيدا إلى هذه الجملة هو عنده نقود ويريد أن يرسل عدد الأسماس يعني هنا هو يبحث عنده النقود ويبحث عن الرسائل أسماس كم يبعث يعني ونحن قلنا عدد الرسائل بماذا نرمز له نرمز له بإكس إذن هنا إكس علمتي استفهام يعني كريم عنده نقود ويبحث بهذه النقود كم كم يربح يجد من أسماس أما زينب لاحظوا فهي العكس أما زينب تريد تهنئت زميلاتها في الدراسة وعددهن عدد زميلات كم خمسة عشر معنى هنا زينب لاحظوا إلى زينب زينب يا أبنائي عندها خمسة عشر صديقة ما معنى خمسة عشر صديقة معنى ترسل لها معنى خمسة عشر عندها خمسة عشر من الإكس من الأسماس هذه عندها انظروا كم يلزمها الآن كم يلزمها من الدراهم الدراهم هي علامة الاستفاهة الأمر يعني معكوس بالنسبة إلى زينب وكريم كريم عنده نقود ويريد أن يعرف أي أي الدلة يستعمل هي الأفضل أما زينب عندها خمسة عشر أسماس ما هي الدلة تختارها يا أبنائي العرضين هذه التي تجعل لها الفائدة في ذلك إذن تعالوا الآن إلى هنا إلى المعلم هو قال بالبيان يعني ما هو قال بقراء بيان ما هو العرض المناسب لكل منهما مع الشرح ركزوا انظروا سوف آتيكم هنا بالمعلم وقوم أعمال التكبير وانظروا بأم أعينكم كيف تتم الأمر لأن الأمر قلت هو أمر عكسي بالنسبة إلى كريم وزينب تابعوا جيدا كريم عنده كم مئة وعشرون يا أبناء دينار ها هي المئة وعشرون ها هي في هذا الموضح بالمئة وعشرون كم يربح من أو يتحصل من أسماس نأتي هنا ونرسم خط ها كذا من النقود من المئة وعشرون من المبلغ ويذهب ها كذا ثم ننزل ننزل ها كذا وننزل من هنا ها كذا ليبنى أماكن تقاطع انظروا ها كذا في رأيكم أي عرض يختار هو قلت ماذا يبحث يبحث عن العدد الكبير من الأسماس قلت يبحث عن العدد الكبير من الأسماس ها هي أنا أرى أن هذا الأكس هنا كم وهذا هو الأكس انظروا لهو الأسماس كم هنا ستون بماذا بالدالة ج أما بالدالة آف لهي الأخضر لاحظوا كم يتحصل من أسماس يتحصل على الأربعون ماذا نقول نقول يا أبنائي على كريم على كريم اختيار ماذا اختيار العرض الثاني لأنه يتحصل يتحصل به على ماذا على ستون أسماس أما العرض الأول يتحصل على ماذا على أربعين أسماس فقط بهذه البساطة كريم يختار ماذا يختار يا أبنائي العرض الثاني اللي هو الدالة ج بهذه البساطة حتى ولو جئنا هنا وقمنا هنا نضع واحد نضع هنا مئة وعشرون ونحل المعادلة وها هي ربما موجودة هنا عندنا من قبل تابعوا لاحظوا هنا لما كان هنا مئة وعشرون انظروا إلى العرض الأول كم عنده من رسالة من دينار أربعون تابعوا جيدا هنا يا أبنائي إذن يختار قلت العرض الثاني العرض الثاني لأنه لاحظوا كم يربح من السماس أما هذا يعطي له أربعون فقط الآن هذا بما يخص على كريم أما الآن نأتي إلى زينب لهذا قال مع الشرح إذن الشرح هو كما تحدث هنا بكل بساطة الآن نأتي إلى زينب زينب تبحث عن ماذا زينب عندها خمسة عشر من الأسماس لأن زاملتها عدده من خمسة عشر يعني يجب أن ترسل خمسة عشر كم يلزمها من النقود معناها الآن تأتي زينب نأتي بخط نقوم ب رسم خط من هذا المكان اللي هو من الخمسة عشر ونسعد هكذا ثم هكذا ينزل هذا واحد وعندنا هكذا انظروا تابعوا سوف أقوم ب خط الأسغر أفضل تابعوا تابعوا هكذا يا أبني هنا خمسة عشر نسعد هنا ثم ننزل هكذا أما الثاني كذلك من هنا ونأتي هكذا ونلاحظ الآن هي على ماذا تبحث هي العكس تبحث عن النقود الأقل إذن ماذا تختار يا أبني انظروا هذه تظهر أقل من هذه في النقود قلت في النقود لأن هي العكس إذن هنا كم نقود هنا في هذا المكان خمسة وأربعون وهنا كم اثنان وخمسون ونصف لاحظوا جيدا إذن زينب في رأيكم في ماذا تختار إذن تختار تختار زينب زينب العرض ما هو العرض الذي تختاره يا أبني انظروا لما جاءت الخمسة عشر هكذا وجاءت هكذا كم وجدت خمسة وأربعون دينار هذا بالعرض ماذا بالعرض أف أما بالعرض الثاني يعدت لنا اثنان وخمسون ونصف انظروا إذن تختاروا زينب العرض الأول لأن خمسة عشر السماس تكلفها تكلفها كم خمسة وأربعون دينار جزائري فقط أما العرض الثاني يكلفها يكلفها أبنائي كم يكلفها اثنان وخمسون ونصف يقول أحدكم كيف عرفت اثنان وخمسون ونصف لأنها هو الجدول لاحظوا لما كانت خمسة عشر السماس كم جاء العرض الثاني ها هو أممكم لاحظوا كم جاء العرض الثاني لأنها كانت محسوبة من قبل هكذا لهذا تتعلمون كيف عرفت أن اثنان وخمسون ونصف أما العرض الثاني يكلفها كم اثنان وخمسون ونصف دينار جزائل بهذه البساطة يعني هي معكوسة ما بين كريم كان يبحث عن عدد السماس وهي لا تبحث عن النقود إذن معناه لما تكون عندك الـ X وتبحث عن الـ Y عليك أن تأتي بالرسم من هذا المكان وتأتي بالسعود أما إذا كانت عندك النقود فعليك أن تأتي من هذا المكان وعليك بالنزول وتقارن بهذه البساطة المطلقة أبنائي ها قد أكملنا هذه الوضعية الإدماجية كما نرجو بناتي وأولادي ألا تنسونا بدعائكم لأن ذلك ينفعنا وزوروا موقعنا اللي هو موقعنا اللي هو صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جديد باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته